السلام عليكم اهلا وسهلا بكم طلابي صف سادس العلمي الاحيائي نبدو معكم مراجعة مالذة الفصل الاول الخلية بالبداية نعرف تعريف الخلية الخلية هي الوحدة التركيبية لجميع الكائنات الحية الوحدة الاساسية والتركيبية التي يتركب منها جميع جسم الكائن الحي حسب النظرية التركيبية تقسم الخلية الى نوعين اندي خلية بداية النواد وخلية حقيقية النواد الخلية بداية النواد مثال عليها البكتيريا والطحالب الخضر المزرقة والمايكو بلازمة ثانيا خلية حقيقية النواد مثال عليها اندي الخلية النباتية والخلية الحيوانية نجي هسا بالتفصيل نشرح ان الخلية البداية النواد خلية بداية النواد هذا رسمها طلاب هذا رسم مبسط للخلية بداية النواد اللي هي البكتيريا تتألف نشرح بالبداية على رسم بعدين بالتفصيل بالبداية تتألف من جدار خلوي يحيط بها وتحت الجدار خلوي اكو غشاء بلازمي يكون رقيق ومرن تحت الغشاء بلازمي السايتو بلازم وموجودة هنا منطقة نووية لان هي تنعدم الى الغلاف النواوي والنواية ما بها لا غلاف نواوي ولا نواية ولا نواة حقيقية مجرد موجودة منطقة نووية وموجود هنا هيلب جنسي تستخدمه للتكاثر اهداب وشعيرات قصيرة صوت يكون مفرد يحيط بالخلية كلها محفظة وكبسول تنتشر بالسايتو بلازم حبيبة صغيرة تسمى الريبوسومة هسا نيجي الى بالتفصيل سؤال عندك صف خلية بدائية النواة اولا لا تحاط بغشاء نواوي مثل ما قلنا النواة ما بها غشاء نواوي وتتميز بوجود منطقة نواوية تحاط بجدار صليب يتكون كيميائيا من الجهون والبروتين وعديد السكريت اللي هو الجدار الخلاوي اللي يحيط بالخلية من الخارج لا يجيك سؤال تركيب الكيميائي سؤال الوزاري يتكون من ثلاث مواد مهمة اللي هو الدهون بروتين معديد السكريت قلنا موجودة بالسايتو بلازم حبيبات دقيقة تسمى الريبوسومات وظيفتها صنع البروتين ما بها الخلية البداية النواة لا تحتوي على اجسام كولجي ولا مايتو كوندري وتحتوي على غشاء بلازمي يكون نصف ناضح ويكون مرن ورقيق وكذلك تحتوي على أصوات وأهداب للحركة وهلب جنسي هذه مميزات خلية بدائية النواة نجي إلى أسس النظرية الخلاوية ومن وضعه يا عالم يا عالمان أسس النظرية الخلاوية تنص على أنه ثلاث نقاط أن جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا ألف جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا فرعبا الخلايا هي الوحدة الأساسية والتركيبية والوظيفية للكائنات الحية ثالثا الخلايا تنتج من خلايا أخرى من خلال انقسامها أو من خلال عملية الانقسام الخلايا تنتج من خلايا أخرى من خلال انقسامها يجيك سؤال من وضع هذه النظرية وضعها العالمان شوان وشلايدن هما من أسس النظرية الخلوية نجي إلى تركيب الخلية حقيقية النوات خلية حقيقية النوات تتركب بالنسبة للخلية النباتية وبالنسبة للخلية الحيوانية الخلية النباتية تتركب من الجدار الخلوي المكونات الأساسية بالإضافة إلى باقي الأزاء بس هايك أساسيات موجودة في الخلية خلية النباتية تحتوي الجدار الخلوي غشاء بلازمي النوات السايتوبلازم البلاستيدات خلية حقيقية النوات الحيوانية تتألف من الغشاء البلازمي من النوات السايتوبلازم يعني الخلية الحيوانية تفتقر إلى جدار الخلية وتفتقر إلى البلاستيدات نجي إلى الخلية النباتية وأول جزء منها اللي هو جدار الخلية جدار الخلية يتركب من ثلاث طبقات إضافة إلى أن نعرف تركيب الكيميائي وفرق بين طبقاته وبين تركيب الكيميائي يتركب من ثلاث طبقات اللي هي الصبيحة الوسطى والجدار الابتدائي والجدار الثانوي الصفيحة الوسطى والجدار الابتدائي والجدار الثانوي نجي للجدار الخلوي بالتفصيل اللي هو يكون موقع عوين فقط في الخلايا النباتية مثل ما ذكرنا بالخلية الحيوانية تفتقر إلى جدار الخلوي ميزة الجدار الخلوي أنه هو يكون جدار سميك صلب ذو نفاذية تامة يعني تستطيع المواد جميع المواد العبور من خلاله من خارج الخلية إلى داخل الخلية وبالعكس إذن ميزة أنه جدار صلب سميك وذو نفاذية تامة تركيب الكيميائي ذكرنا طبقاتها هسا تركيب الكيميائي يتركب كيميائيا من جدار الخلوي من مادة السيريلوز في الخلايا الفتية الفتي يعني اللي بعده جديدة بعده صغيرة ويتثخن السيريلوز بإضافة الخشبين في الخلايا المتقدمة في العمر إذن يتركب كيميائيا من السيريلوز في الخلايا الفتية ويتثخن بإضافة الخشبين اللي كنين في الخلايا المتقدمة بالعمر وظيفة الجدار الخلوي يغطي الغشاء البلازمي من الخارج ويوفر الحماية وإسناد للغشاء البلازمي وسايتوبلازم وظيفة الجدار أنه يغطي الغشاء البلازمي ووظيفته يوفر حماية وإسناد للغشاء البلازمي وسايتوبلازمي مثل ما ذكرنا هذا هو جدار الخلوي يحيط بالغشاء البلازمي ويوفر حماية للغشاء البلازمي وهي السايتوبلازم نجي هسه الى التركيب اللي اهم اللي هو الغشاء البلازمي هذا الغشاء البلازمي موقع انه هو موجود في جميع الخلايا سواء بداية نواة او حقيقية النواة سواء كانت خلية نباتية او خلية حيوانية او خلية بداية النواة الغشاء البلازمي موقع مانتا يحيط بالسايتوبلازم في الخلايا بداية النواة وحقيقية النواة ميستة هو غشاء رقيق ومرن نصف ناضح غشاء رقيق ومرن معكس الجدار الخلوي هنا قلنا صلب وسميك وصلب هنا رقيق ومرن نصف ناضح هنا قلنا دون فاذية تامة جدار الخلوي الغشاء البلازمي هنا نصف ناضح لا يراه بالمجهر الضوئي فقط في المجهر الالكتروني تركيب الكيميائي تركب من مادتين او من اي نوع من مادتين اللي هي اولها طبقتين من الدهون المفسفرة طبقتين من الدهون المفسفرة هذا رسم ايضا مبسط للغشاء البلازمي هنا هاي طبقتين من الدهون المفسفرة هاي طبقة وهاي طبقة طبقة للعلى وطبقة للأسفل هاي طبقتين من الدهون المفسفرة تكون ذات طرف محب للماء وطرف نافر للماء طبقة تكون محب للماء وطرف او طبقة نافرة للماء تتخلل هاي الطبقتين هاذ الاحمر جزيئات بروتينية تتخلل الطبقتين من الدهون المفسفرة جزيئات بروتينية اللي هاي موضحتها بالرسم بالاحمر وظيفة الغشاء البلازمي انه اولا يكون حدود الخلية اولا يكون حدود الخلية ثاني يسمح ويتحكم بمرور المواد من خلال جزيئات البروتين يتحكم بمرور المواد من الخلية الى الخارج او بالعكس من خلال جزيئات البروتين هذا رسمه واني معلمتكم رسمه انه بالبداية تسوي على شكل دعش بعدها سبعة بعدها شكل رقم ثمانية وهنا هذي الدوائر اللي هي جزيئات الدهون المفسفرة والاحمر هي البروتينات هنا يحتوي على ثقب وهنا قناة ناقلة هاي مواد منقولة تدخل من خارج الخلية الى داخل الخلية هذا الطرف للدهون المفسفرة يكون طرف محب للماء وطرف نافل للماء وحس طلاب ادنا السايتوبلازم السايتوبلازم هو ابارة عن سائل هلامي يملأ الخلية يقع بين الغشاء البلازمي والنواة يقع بين الغشاء البلازمي والنواة السايتوبلازم يتركب كيميائيا من ثمانين بالمئة ماء ومستعش بالمئة بروتينات خمسة بالمئة شحوم وسكريات وأملح تركيب الكيميائي ثمانين بالمئة ماء مستعش بالمئة بروتينات خمسة بالمئة تكون مواد مؤقدة شحوم بروتينات سكريات العفو شحوم سكريات أملح تمثش مرة تراكيب السايتوبلازم وظيفتها يحوي العضايات الخلوية التي تمثل التركيب التراتيب الحية بالسايتوبلازم أيวกه المحتويات الغير حية الغير حية العضايات الخلوية uh pero